السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي التلاميذ إذن اليوم إن شاء الله سنخصص هذه الحصة لإنجاز بعض تمارين من الوطنيات السابقة وهنا أشير إلى أن خصصا بالنسبة لدرس الأطيبي إذن نشير أن درس الأطيبي والعدلة يعني شكل تمارين الوطنيات سنجد إما تمرين به مقارنة ما بين التنفس والتخمر إذن السنوات التي وضعت بها هذا النوع من التمارين كانت هي سنة 2008 العادية وغيرها وأنا أقترح عليكم الاشتغال على الوطني 2012 العادية الدورة العادية بالنسبة للنوع الثاني وخلل بالسلسلة التنفسية إذن أحد المركبات السلسلة التنفسية تم كبحها بواسطة مادة معينة وبالتالي ستصدر عدة نواتج سنراها من خلال تمارين خالب السلسلة التنفسية وأدعوكم إلى إنجاز الوطني 2009 السيدراكية و2017 الدورة العادية بالنسبة للأنواع الألياف سنشغل على 2014 الدورة السيدراكية طرق جديد سنشغل خاصة على الوطني 2014 الدورة العادية وشروط ومراحل تقلص سنشغلها لكل من الوطني 2011 العادية و2016 الدورة العادية إذن على بركة الله إذن نبدأ بالنوع الأول من التمارين هو المقارنة بين التنفس وتخمر واخترناه كنموذج لهذا التمارين الوطني 2012 الدورة العادية إذا لاحظنا هذا التمارين إذن كسلم القيط عليه ثلاثة نقطة إذن بالنسبة للأطيب بي بالنسبة للمسلك علم الحياة والأرض إذا توضعت في استدلال المعارف تخصص لها خمس نقط إذا توضعت في التمارين في استدلال العلمي يعني تمارين التحليز استنتاج التفسير فالنقطة تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربع نقط تفقين إذن على بركة الله إذا لاحظ مباشرة سنذهب مباشرة إلى الوثيقة الوثيقة بها شكلين شكل ألف والشكل باء إذا قمنا بالمقارنة بين الشكل ألف والشكل باء سنلاحظ جيدا أن هناك اختلاف على مستوى هذه البنيات وهي بنيات الميتوكوندري إذا قمنا بالتعداد سنجد واحد اثنان ثلاثة اربعة خمس ميتوكوندريات أما بالنسبة للشكل باء فالخاليات تحتوي على فقط أربع ميتوكوندريات إذن من نوع العدد أقل من ناحية الحجم القد لاحظ الميتوكوندريات هنا كبيرة القد أما في حالة شكل باء فالميتوكوندريات صغيرة القد اختلاف الثالث هو فيما يخص الفجوة نلاحظ بالنسبة للشكل باء وجود فجوة أما بالنسبة للشكل أليف فغياب الفجوة إذن بعد دراسة الوثيقة نمر إلى المعطيات إذن لنرى هل هناك جديد هل هناك معطيات إضافية يمكن استعمالها غير التي رأيناها بالوثيقة إذن تقوم الخلايا بهذه المواد العضوية قصد استخلاص الطاقة الكيميائية الكامنة فيها وتحويلها إلى عطبة إذن هذه الجملة فقط كي وضحنا أن كنطالق من الطاقة الكيميائية وهي طاقة دي الموجودة بالغليكوز ويتم تحويلها إلى الطاقة الآطف التي نعرفها هي التي تحتوي على الطاقة إذن ليس هناك أي جديد لفهم كيف يتم ذلك نقترح معطيات الآتية المعطاء الأول يقدم شكل الوثيقة رقم واحد رسمين لصورتين إلكتروغرانفيتين لخليتين من خلايا الخامرة تمت ملاحظة إحداهم في وسط حي هواي إذن هنا هذه كمعلومة مهمة وأن لدينا الشكل ألف ندرس خالية بالوسط حي هواي أما الشكل باء فهي في وسط حي لا هواي وهنا الدراسة على خلايا الخامية نعم هذه هي النقطة المهمة إذن الآن نمر إلى السؤال ونركز على سلنة تنقيد نصف النقطة إذن يعني كمعلومات على الأقل نلقى جوج دي المعلومات نعم حدد السؤال هو تحديد الإختلافات الملاحظة بين الخاليتين في الوسطين الحي الهوائي والوسط الحي لا هواي يعني وكأنه يطلب مني تحديد مقارنة بين الشكل ألف والشكل باء نعم إذن هنا أوجه الاختلافات قلنا بناحية الميتوكوندري وناحية الفجوة إذن هذه جوج دي الاختلافات ستعطي نصف النقطة دي فقط طريقة صياغة هي المهمة بالنسبة للعلم الحياة والأرض لأن النقطة نعم يفيدنا يهمنا يحطينا معلومات على عدد المعلومات اللازم الذكر دي لها باش يكون الجواب متكامل إذن الاختلاف الأول على مستوى الميتوكوندريات إذن بالوسط الشكل الألف له هو الوسط الذي يمثل الحي الهوائي إذن الخلايا الموجودة خلايا الخامير الموجودة بالوسط الحي الهوائي تتميز بميتوكوندريات بعدد كبير وقد كبير مع غياب الفجوة أما الخلايا التي وضعت في الوسط الحي لاهوائي فهي تتميز بميتوكوندريات بعدد أقل وحجم أقل لكن بوجود فجوة نعم إذن نمر إلى الموالي الآن إذن لدينا الوثيقة رقم 2 عبارة عن منحنة بيبيان عفوان بهم منحنيين إذن طريقة تحليل ميبيان فهي جد بسيطة نستعمل الكلمات أو المصطلحات الثلاثة ارتفاع استقرار انخفاء إذن إذا أخذنا الوسط رقم 1 فنلاحظ أن هناك استقرار استقرار ماذا؟ دائما استقرار ما يوجد بمحور الأراتيب بدلالة ما يوجد بمحور الأفاصيل إذن سنقول أن الوسط الأول يعرف استقرارا لتركيز الأكسجين رغم مرور الزمن الوقت بالنسبة للوسط الثاني نلاحظ أن هناك انخفاء بتركيز الأكسجين كلما ازداد الزمن إذن مع مرور الوقت نلاحظ أن تركيز الأكسجين ينخفي إذن هذه تحليل للوثقة رقم 2 إذن الآن بعد تحليل الوثقة نقوم بقراءة المعطيات إذن تم سحق خلايا الخامرة وإخداء لعملية النبض إذن هنا بالنسبة أن هناك تقنية ممكن يكون عندي فكرة عليها ممكن لا إذا كانت فكرة مزيد إذا ما كانت تغير والو في المعطيات لأن إذا عرفت نقرأ الوثقة هذا كافي هذه فقط تقنية ليستعملها باش أننا حصلنا على نتائج عبرنا عليها في المليان تقنية النبض هي تقنية تحريك نقوم بوضع الخلايا هنا الخامرة بعد سحقها بعد طحنها نضعها في أنابيب خاصة ثم الأنابيب توضع في آلة خاصة هذه الآلة تتعرض لسرعة كبيرة فتحت تأثير السرعة الأشياء التي هي تقيلة تنزل الأسفل الخاففة تنشيل أعلى والمتوسطة تبقى في الوصف إذا هنا نقوم بعزل المكونات الخالية ما يوجد بالخالية خاصة الميتوكوندريات عن باقي المكونات عن طريق هذه العملية التحريك إذا ليس هناك شيء إضافي بعد ذلك تم تحضير وصفين ملائمين يحتويان على حنف بيروفيك هناك نتكلم على معلومات مهمة هو أن الواسطين كلما الواسط الأول والواسط الثاني يحتوي على حمض البروفيك إذن أين يوجد الاختلاف بين الواسطين الواسط الأول يحتوي على الجزء السيتو بلاسمي للخالية بدون ميتوكوندريات إذن فقط السيتو بلاسم بدون ميتوكوندريات بدون عوضيات وكأنه يريد أن يقول هناك جملة شفاف الوسط الثاني يحتوي على الميتوكوندريات هذا هو الفرق إذن المعلومات الآن فيما تفيدني ستفيدني فقط بأن الوسط الأول الذي عرف استقرار في تركيز الأكسجين رغم أن الوقت فات عشر ديال دقائق هذا تم داخل الجبلة الشفار أما بالوسط الثاني الذي يحتوي على الميتوكوندريات أي داخل الميتوكوندريات تم انخفاض تركيز الأكسجين إذن بعد قياس تطور تركيز الأكسجين حصلنا على الوثيقة إذن الآن السؤال هو وصف نوع من التحليل تطور تركيز الأكسجين في الوسطين ثم السنتج لاحظت نقيت عليه 075 ثلاث معلومات الوسط بالوسط الأول 025 بالوسط الثاني 025 السنتاج 025 إذن بما أنه يطلب مني وصف يعني نوع من التحليل إذن من خلال المنحنة أو من خلال المبيان نلاحظ بالوسط الأول أن تركيز الأكسجين يبقى ثابتا رغم مرور الوقت بالوسط الثاني ممكن نقول كذلك نعطي طريقة تانية بالوسط الذي يحتوي على الميتوكوندريات نلاحظ أن تركيز الأكسجين ينخفض مع مرور الزم إذن هذا بالنسبة للتحليل السنتاج أستنتج أن استهلاك الأكسجين يتم بالوسط الثاني يعني بالميتوكوندريات إذن بوجود الميتوكوندريات يتم استهلاك الأكسجين أو نستنتج من خلال تحليلنا للوسطين أن الأكسجين يستهلك بوجود الميتوكوندريات تفقين؟ نعم نمر إلى الموالي المعطى الثالث إذن دائما نبدأ بقراءة الوثائق ثم المعطيات ثم نمر إلى المقيد ثم السؤال إذن الوثيقة رقم ثلاثة فهي توضح لنا تركيز H plus بروتونات مع كذلك تغيرات كمية ATP وذلك تغيرات زمن مع وجود متغير وهو الأكسجين إذن لاحظ لحظة الصفر زمن تزيره هي إضافة الأكسجين إذن قبل إضافة الأكسجين ماذا نلاحظ؟ بالنسبة للخط المتقطع فهو يمثل ATP نلاحظ أن تركيز ATP منعادي يبقى دائما منعادي تركيز H plus كذلك منعادي نعم جيد إذن مباشرة بعد إضافة أودو نلاحظ أن هناك ارتفاع عمودي لتركيز H plus بينما ATP أخذت قليل من زمن بعد تواني ثم بدأت في الارتفاع واستمرت في الارتفاع إلى آخر نعم توقيت كان عندنا تقربة مئتين وعبعين ثانية أما بالنسبة لتركيز H plus فنلاحظ مباشرة بعد هذا الارتفاع الحاد والعمودي نلاحظ انخفاض في تركيز H plus إلى أن انعدقت ماذا؟ إذن نتحليل هذه المنحانة ممكن تقسيم المنحانة قسمه قبل إضافة أودو مباشرة عند إضافة أودو بعد إضافة أودو قبل إضافة أودو نلاحظ انخفاض ونعدم تركيز H plus والأتك مباشرة بعد إضافة أودو ارتفاع عمودي لتركيز H plus مع بداية ارتفاع الأطيب بعد إضافة أودو بعد ثوانين واحد عودة H plus لانخفاض مع استمرارية ارتفاع تركيز H plus نعم بالنسبة للوثيقة رقم أربعة ما دا نلاحظ أن وجود ميتوكوندري لدينا رسم لتخطيط الميتوكوندري تم تكبير جزء من الميتوكوندري هذا الجزء يحتوي على الغشاء الخارجي الحيز البي غشائي الأعراف والماترس نعم إذن نلاحظ الشكل لدينا غشاء خارجي حيز بي غشائي غشاء داخلية على شكل هنا يعني تمديد دياله على شكل الأعراف ووجود كوريا ذات شمراخ بالغشاء الداخلي إذن لدينا حرف تي يمثل FAD حرف تي بريم عفوان FAD والتي يمثل NAD plus تي بريم H2 FADH2 والتي H NADH plus إذن يمثل نواقع المختزلة إذن هنا نقوم بتعويض NADH plus نكسب فقط تي H يعني تي تخونس بوردور ناقل ونزيده H يعني أنه مختزل إذا اللحظ TH2 كيتحاول T يعني بعد فقدانه لH plus ودائما إذا كان هناك فقدان H plus كينا فقدان أموة إذن نخص نتكلم مصطلحات الكيميائية سنقول X ذات TH2 إلى T فتم تحرير H plus والإلكترونات الواحد أن الإلكترونات تمر عبر مركبات الغشاء الداخلي إلى أن تصل إلى آخر مستقبل وهو O2 الذي يتحول إلى H2 إذن نسأل نقول تم اختزال O2 إلى H2 بالنسبة TH' 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 يعني FDH2 فهو كذلك تعرض لعملية الأكس فقام بتحرير H plus والإلكترونات الإلكترونات تم نقلها عبر سي سنة من نواقل المركبات إلى أن تصل آخر مستقبل وهو O2 لأن له أكبر جهد X لاختزال يعني سينتزع الإلكترونات والبروتونات بالنسبة H plus نلاحظ أنها يتم H plus يتم مضخها من الماتريس إذن هذا هو الماتريس من الماتريس إلى الحيز البيغشائي عبر ثلاث مناطق لاحظ H plus دخل أول دخل ثاني دخل ثالث إذن H plus الآن ستتركز داخل الحيز البيغشائي مشكلة اختلاف في تركيز H plus بين الحيز البيغشائي والماتريس نتكلم هنا الآن عن مامال بروتوني إذن H plus لا يمكنها أن تعود إلى الماتريس لأن الغشاء الداخلي غير نفوض لH plus إذن هذه المعلومة تكون لدي معدين بالنسبة من الماتريس الحيز البيغشائي الذي يقوم بضخ ونقل H plus من الماتريس الحيز البيغشائي المركبات تا تتخوى تسيس تفقين H plus قلنا تتجمع ولكن لا يمكن أن تعود لأن الحيز الغشاء الداخلي لا يسمح بمره H plus وهنا المركبات تا تتخوى وتسيس ما يمكن إنقلوا H plus من حيز البيغشائي إلى الماتريس من طريق واحد منحة واحد منحة واحد عندها هي الماتريس إلى الحيز البيغشائي بحل ذاك الباب اللي يتحل المنفذ الوحيد هو الكورية الدات شمراء إذن بما أن لها تركيز كبير إذن سيقع هو أن H plus ستمر عبر الكورية الدات شمراء مرور H plus عبر الكورية الدات شمراء يحرر الطاقة هذه الطاقة هي كافية للجمع بين ADP وال PE نقول أن هناك فسفرة أي إضافة الفسفور إلى ADP فتتشكل ADP إذن هنا كنقول المعادلة هي ليست بأكسدو اختزاء لأن ما كاش إلكترونيات بروسونيات فهي معادلة فسفرة ADP إلى ATP صفقين نعم فلا إذن سنحصل على ATP وهذا H plus التي يعني عادت إلى الماتريس هي نفسها اللي غات تمشي تلتحق بO2 وتحول باش يتحول O2 إلى H2 لأن O2 هنا له أكبر جود أكسدو اختزاء عفوا وربح الإلكترونيات وبالتالي الجهد أصبح أكتر وبالتالي سيقوم بجذب H plus لأن O2 مو تزاد على H plus يقول H2 صفقين إذن المعادلة الآن هنا معادلة أكسدة النواقع المختزلة اختزال O2 إلى H2 فسفرة ADP إلى عدد لهذا نقول تفاسفور المؤكسد هناك تفاسفور لأن هناك فسفرة والمؤكسد لأن هناك أكسدة نعم إذن هذا المفروض هذا شيء كيف الدرس ولكن أرتأيت إعادة شرح دياله باش إن شاء الله لم يمراجح الدرس مزيان أو مثلا سهوان ولا غفوان منه ونسى بعض المعلومات فهذا التمرين هذا أنا تقريبا ذكرت بتفاصيل المؤكسد إذا رجع على المعطاية لتلعب الميتوكوندرية الدورة أساسيا في تركيب الأطاب بداخل الخلايا ولتحديد العلاقة بين استهلاك الأكسجين وتركيب الأطاب فينقترح ما يلي إذن ما يهمنا الآن هو هذا المعطا هذا هو نريد البحث عن العلاقة بين استهلاك أو وتركيب الأطاب لاحظ من خلال الواثقة كيف تضح استهلاك أو إضافة أو نعم تركيب الأطاب إذن مباشرا بعد إضافة أو نلاحظ أنه بداية تركيب العطيب إذن من هنا كيف يبدأ يبنى أن O2 له دور في إنتاج العطيب إذن في هذه الواثقة يجب أن نفسه كيف لاحظ بوجود O2 كيفاش ستشكل العطيب لأن بوجود O2 يتم منازع الإلكترونات من المركب T6 القريب من O2 T6 بمجرد أن يفقد إلكترون يعود الإلكترون المفقود من T5 T5 أحسن يوصل إلى T5 T5 سيأخذه من عن T2 لتحول إلى T إذن هالإلكترونات السبب ديلا ومع موازات مع يعني أن هناك طرح ديلا الإلكترونات في نفس الوقت تكون تحرير H+, وهذا H+, يريد أن تجمع بالحيز البيغي شاي ولا تعود عبر الكوري إذا تشمره وهو تنجل أدل يعني بطريقة غير مباشرة من المسؤول عن هاد السي سيرة كاملة فهو O2 إذن O2 كي يربح الإلكترونات وبروتونات بيش تحول يتختزل إلى الماء هادش يؤدي بطريقة غير مباشرة إلى فاسفرة إذا أتميب المعطيات تم تحضير محلول عالق من الميتوكوندريات في وسط غانب مركبات مختزلة يعني فقط أنه كي وضحنا هادش اللي كان هنا وضعنا يعني التجربة ديلا هادش اللي كان هنا هادش يجدر H+, ديلا هذا لأنك نعرف H+, من غيجي H+, غيجينا من TH2 ومن TH يعني من FH2 والNHH+, إذن في طبيعة الحال بما أنها تجربة خصنا نغفره للNHH+, وخالي من الأكسجين باش نحن نتحكمه بالأكسجين باش نعرف واش عنده دور أو لا إذن قبل الإضافة ما كانت H+, الATP بعدها الإضافة كان هنا H+, وكان الATP فولا يعني أنه O2 عنده دور إذن تمت معايرة H+, وإنتاج الATP في الوسط قبل وبعدها في إضافات الوسط نعم إذا لاحظ معي هنا ما كان شيء إضافة إضافة أو النقطة المهمة اللي يخصني نركز عليها هو أننا نبحث عن العلاقة بين O2 والATP هذه المعلومة دي رفض دي مغضياني باش كتساعدني في تحليل الوثيقة إذن نمر الآن إلى الأسئلة فيما يخص سؤال رقم ثلاثة لاحظ عليه نقطة إذن إذا كان السؤال عليه نقطة يعني يخصني نفكر أنني نعطي أربع معلومات إذن بالاعتماد على الوثيقة حدد نوع السؤال حدد على وحد القادية بالنسبة للإيس بيت رغم أن نجاوب وش من الدفتة ماشي مثلا عندي معلومة في الدماغ دي يخصني نجاوب يلا نجاوب من الأسئلة كحد دولي يمن غنجي الجاوب بالاعتماد على الوثيقة ثلاثة يعني لا داعي أنك تجيب معلومة ما كيش في الوثيقة ثلاثة ركز فقط على الوثيقة ثلاثة واستخرج المعلومة المطلوبة إذن جاوب دي النقص نستخرج من الوثيقة رقم ثلاثة شنو المطلوب بالتقلم من الوثيقة ثلاثة هو تحديد تأثير إذن نبحث عن ماذا نبحث عن تأثير إضافة أو دو على تطور الأطيب وآش بلوس إذن هات السؤال سنقوم بإسقاطها على الوثيقة لاحظ تأثير إضافة أو دو هي هاته يعني طالب مننا الآن مباشرة بعد إضافة أو دو يعني غير مطلوب مني أنني نتكلم على قبل إضافة أو دو يعني إضافة أو دو على تطور كمية الأطيب وعلى تركيز أش بلوس نبدأ ما زال بتركيز أش بلوس إذن عند إضافة أو دو نلاحظ أن تركيز أش بلوس ارتفع بطريقة حد عمودية لحظية ثم بعد ذلك عادة ينخفاض إذا لاحظنا تركيز أش بلوس ذكرنا الآن نمر الأطيب إذن مباشرة بعد إضافة أو دو نلاحظ أن تركيز الأطيب يبدأ في الارتفاع أو يرتفع بطريقة تدريجية إلى أن يصل إلى قيمة تقريبا واحد كمية دو مئة سؤال الأخير رقم أربعة مستعين بالوثقة رقم أربعة إذن نشغل بالوثقة رقم أربعة فسر إذن سؤال يكون فيه تفسير يجب أن نستعمل كلمة تفسيرية هذا يرجع إلى يعود إلى سبب هو راجع إلى مما يفسر به يمكن تفسيره به ضروري يجب أن نستعمل الكلمة التي كان شرح فيها كان بيين الجواب إذن فسر العلاقة بين إضافة أو وتطور أش بلوس والآتب إذن الآن سنقوم بإسقاط سؤال عن الوثقة رقم أربعة العلاقة بين أو دو وأش بلوس تلاحظ أش بلوس سننتبه هي هذه هي هذه أش بلوس هي هذه نفسها وهي هذه التي كان موجود في جزئة الماء صفقين وتركيز الأطب يعني وكأنني سأتكر تفاصفور المؤكسي ولهذا من المفروض أن الدرس الأطب في الملخص دي يخصني نكون بالنسبة يعني التفاصفور المؤكسي نكون مصايب لواحد الفقرة دي لها وحد أربعة حتى ست أسطور يكون هاد رفع التفاصفور المؤكسي مزيعة فيه معادلات فيه المصطلحة أكسيدة واختزال الفاسفور فيه المكان واشف الحماطريس والحيز الغشائي والغشاء الداخلي فيه المركبات كنبكر فيه الممال بروتوني فيه المعطيات كاملة باش منك يكون عندي آخر سؤال تقريبا دي الأطبي في التفسير فقط كنستعمل دك المؤكسي دي غير أنا كنستعمله حسب السؤال مثلا أعطيكم اقتراح مثلا دي في السرع لاش آش بلوس رسافعات وعلاش نخافضات وعلاش الأطبي بقى دائما في ارتفاع بسم الله إذن بوجود آدو يتم أكسدة مركبات خاصة تيسيس وبالتالي يفقد الإلكترون الذي يستقبله آدو المركب تيسيس بعد فقدان الإلكتروني الإلكترونات سيختزل وذلك بعد اكتساب الإلكترونيات والبروتونات التي سينتزعها من تيسينك تيسينك كذلك بدورهم تيكا حتى نوصل للتا بالنسبة للتا الإلكترونيات والبروتونات اللي ضاعوا لك ياخدون من عن تي أش دو يعني من عن إن عدي أش أش بلوس إذن شنو يوقع على تي أش دو كتبق على أكس دا تحاول إن عدي بلوس إن عدي بلوس بدورها ستنشي لدورة كريبس باش تجيبنا تكوون يعني تختزل وتصيبنا إن عدي أش أش بلوس من جدي إذن الإلكترونيات ستنتقل عبر هذه السلسلة قلنا بآخر المطف هذا O2 إذن O2 سيأخذ الإلكترونيات وخاصة الإلكترونيات اللي هي في الأسليلة قادمة عبر التسلسل الكبير من TH2 إذن في هذه اللحظة TH2 ستفقد الإلكترونيات إذا فقدت الإلكترونيات ستفقد البروتونات إذن H بلوس الآن ستقول بكترة هو ما يفسر هذا الإرتفاع إذن إرتفاع H مباشرة بعد إضافة O2 يفسر بإعادة أو بأكسادة نواقل مختزلة يعني TH2 وال H F H و F H لماذا لأن O2 يأخذ الإلكترونيات يكتسب الإلكترونيات ليختزل إلى H وهذه الإلكترونيات التي أخذها يتم تعوضها من ناقل إلى آخر من طرف TH2 وال T' H إذن الآن سنفسر لماذا مباشرة بعد إرتفاع تعود للإنقفاض H لأن H التي تكونت التي توجد الآن حرة بالماتريس يعني H هذه التي توجد حرة يعني بعد أكسادة النواقل سيتم مضخها إلى الحيز بيغشائي هنا بالنسبة لماذا يتم ضخ H من الماتريس الحيز بيغشائي مباشرة بعد مرور إلكترون عبر مركب T' مجرد أنه يمر منه إلكترون يصبح ناشط يقوم بضخ H كذلك إلكترون يصل T3 المركب رقم 3 كذلك بأنه ناشط يقوم بضخ H وهكذا إذن مرور الإلكترون هو سبب ضخ H من الماتريس إلى حيز بيغشائي تجمع H يعني وجود ممال بالتالي العودة إلى الماتريس يعني من أجل التوازن تمر عبر كورية ذات جمعة وهذا ما يفسر هذا المرض H التي ستجد O2 اللي ديجا أخذ أموة فيتحول H إذن فين H مبق لأن O2 تفاعل مع الإلكترونات ومع H تحول H إذن O2 ستنقص H ستنقص والإلكترونات ستنقص وإذن ستنقص هل ستنقص هل ستنقص إذن إرتفاع وإذن إرتفاع وإذن الآن تفسير ديال علش أطيب تبقى دائما بحالة إرتفاع لأن بوجود O2 أي اختزال ال H يستلزم موجود الإلكترونات والبروتونات الإلكترونات مرت عبر النواقل من T1 حتى القصيس بش عطيها O2 بالنسبة H بلوز ستنقص دخوة من الماتريس الحيز البيغ شائي فأدي لسكو الممال مما أدي إلى عودتها إلى الماتريس لأن هناك شيء معين يقوم بجد به وهو O2 لأنه كتسب الإلكترونات يقول اللي بحل الهند كجرال عندها وبالتالي ستنقص أن H سترجع الماتريس O2 عبر الكورية ذات شمراء والمرور يحرر طاقة وإدية إلى فسفرة ADP إلى ATP أي إضافة الفسفور إلى ADP فتشكل ATP إذن انخفاض H يعني التحاق بO2 اللي يختزل إلى H هو سبب في ارتفاع تركيز ATP تفق معلومات كتر من نقطة 25 إذن هذا يخص هذا النوع من التمارين المقارنة بين التنفس والتخمر ونختار لكم الوطني 2012 إذن الفيديو المقبل سنضع فيه خلال في سيسيرة التنفسية سنأخذ كل من 2009 وكذلك 2017 العادية